شايف ان الصفقات إيفونة وجون أنتوي صفقات جيدة للنجل الأهلي؟ اه طبعا صفقات طيلة جدا على الأرض الواقع بتتكلم جون أنتوي تجربته في مصر تجربة نجحة جدا في الاثنين سيزون اللي عيبهم في مصر بتتكلم في أول سيزون هدى في دوري السيزون الثاني هدى في الدوري لغاية ما مشي وعد مثلا 8-9 عصبية في الدوري الثاني مش موجود وهدى في الدوري بارك وهو في السعودية هو هدى في الدوري فدي حاجة تحسب له الدوري الثاني كان قوي جدا فأعتقد أن أنا شايف أن أنا بترتيب الصفقات بالنسبة لي أحمد فتحي رقم 1 جون أنتوي رقم 2 أن هو اللي يبع في مقاوط مصر والراجل مش محتاج أن هو يتأقلم بشكل كبير إيفونة زيه زي أي صفقة جات تاريخ مصر خارجية هياخد وقت أنه يتأقلم ونسبة نجاحها ونسبة فشالها 50-50 دي الصفقات هاي نظام صالح جمعة إيفونة أحمد فتحي فأعتقد أحمد فتحي أحمد فتحي أحمد فتحي تنسبة كبيرة عارف النادي الأهلي كويس يعني مش محتاج أن هو يتأقلم معاهم جون أنتوي متأقلم يعني متعود على الجوه في مصر وأعتقد أنه هو لعب قدام كل فرق في مصر بس أنا كان أحمد فتحي نجم كبير طبعا ولعيب خلوق ولكن محتاج وقت لأنه هو برضو في قطر مش جاي وقف على رجله بنسبة 100% يعني أحيانا مش بتحصل كده أحيانا فيه وقت وأنا مش جاهز 100% نفسيا بقدر عوض بقدر عوض الجانب النفسي يقدر يهلك بسرعة ولكن محتاج وقت هو محتاج وقت في أن أنت كبداية سيزون مش محتاج وقت أنه هو يتأقلم معا محتاج وقت أنه هو بدنيا أنه هو يرجع أن أحمد فتحي من اللعيبة اللي هو يعني رقم واحد لازم يقب بدنيا كويس جدا عشان يقدر يديرك بشكل كويس يديرك فيين يا كبدا؟ في إيه؟ يديرك فيين؟ في الملعب؟ آه في ناحة اليمين؟ يديرك في إيه بالزبط؟ لا يعني كبدا أن أحمد فتحي دلوقتي لغز شوية في النادي الأهلي فيه كلام أنه هو ممكن يلعب ديفندر أحمد فتحي من اللعيبة الجوكر اللي بتلعب في أي مكان ولكن النهاردة ناحية اليمين دي بتحتاجها زي ما حضرك قلت دلوقتي بتحتاجها جزء فني وبدني عالي جدا وبيلعب فيها باسم دلوقتي بشكل قوي بيلعب بيقدي فيها بشكل جيد بس مع اختلاف الطريقتين أحمد فتحي مختلف شوية عن باسم أحمد فتحي عنده خبرات أعلى كتير من باسم أنا مش هحطهم في مقارنة أن كل واحد عنده أحاجات بيتميزوا عن التاني فيه سرعات باسم أحسن من أحمد فتحي يعني أصلي ما يلعبش ديفندر صريح أحمد فتحي؟ ديفندر؟ ليه لا لا ما يلعبش عندنا تجربة السنة دي أعتقد أن أتمنى أن كل مدربين يبصوا له حسام غالي حسام غالي 34 سنة داخل في 35 سنة الناس كلها في أول ستزن يتطلبوا أنه هو يبطل السنة دي أحسن عايد في مصر في آخر تاربعة شهور تتفق معايا في الكلام؟ يوم في الميل فأعتقد أن موضوع السن فيه وقت بيجي لك بعد الثلاثين مفترق طرق يعني ما فيه ناس بتبطل 31 تاربعة بيقف فيه مدرب بيعفي عملك يعني كمان كبتر إيحيا من الناس اللي أنا كنت بشيد بتجربته قبل كده معفلت الانتاج الحاربي معفلت المقاصة جاب لعيبة فوق الثلاثين 31 تاربعة بيقف مش هقولك أحياهم من جديد بس عملهم شكل إديهم حرية اللعيبة دي شاريته أربع خمس سنين أربع خمس سنين كانت تاريحها من نجوم التدريب في مصر كان هو كانت تاريحها عشقة حسين بدري تقدر ترونه هما كل أحد فيهم رقم واحد في مصر اللعيبة دي هو حاجة تحسيب له أنه هو بعد الثلاثين قدري يطلع منك أحسن حاجة زين الدين زيدان بعد الثلاثين إدى للكورة أحسن حاجة عنده في حياته فحيطة أن السن والأمور المتعلقة بالسن شايف أنها خلاص انتهت عندك تقدر تحط حملة تدريبي كويس عندك مدربين أحمال على مستوى عالي فحكاية أنه في تنسك يقل أو يبعد شوية بعد الثلاثين دي أعتقد أن الموضوع ده شبه انتهى تماما خبراتك هي اللي بتقدر تحسن كل حاجة وأنا برضو شايف أن كل الفرق اللي ما كانش عندها خبرة السنة دي حصلها مشكلة كبيرة جدا في الدوري المصري اللي عندها خبرات أمبي عندهم خبرات المقصة عندهم خبرات أدوا بشكل كويس جدا بالذات فرقة المقصة عندهم معدل السنة عالي شوية أدوا بشكل كويس جدا في حياتة أنه أنت صغير أو كبير ما ينفعش تبقى فرقة كلها صغيرة ما ينفعش فرقة كلها تبقى كبيرة بيبقى عندك توازن في حياتة أن أحمد فتحي ما قدر شارنوب يعني التكلم اللي باسم عالي أحسن دلوقتي أو لا أحمد فتحي عنده بيأدي بشكل كويس